حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال قال بلال يا رسول الله لا تسبقني بأمين حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبي بن عجرة عن بلال قال مساح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين والخمار حثنا يحيى بن سعيد عن السائب بن عمر حدثني أبن أبي مليكة أن معاوية حج فأرسل إلى شيبة بن عثمان أن أفتح باب الكعبة فقال علي بعبد الله بن عمر قال فجاء ابن عمر فقال له معاوية هل بلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة فقال نعم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فتأخر خروجه فوجدت شيئا فذهبت ثم جئت سريعا فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا فسألت بلال بن راباح هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركع ركعتين بين الساريتين حثنا وكيع حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن أبن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاة قال كان يشير بيده حدثنا وكيع عن شعبة عن قيس بن مسلمين عن طارق بن شيهاب عن بلال قال لم يكن ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس فإنها تطلع بين قرني الشيطان حثنا يزيد بن هارون حدثنا أبو العلاء ومحمد بن يزيد عن أبي العلاء عن قتادة عن شهري بن حوشب عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أفطر الحاجم والمحجوم حثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل المزني عن بلال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنه بالصلاة قال أبو أحمد وهو يريد الصيام فدع بقدح فشرب وسقاني ثم خرج إلى المسجد للصلاة فقام يصلي بغير وضوء يريد الصوم حثنا موسى بن داود حدثنا أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أصلنا بحي عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليلة القدر ليلة أربع وعشرين حثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أنبأني أبن جريج أخبراني أبو بكر بن حافصي بن عمر أخبراني أبو عبد الرحمن عن أبي عبد الله أنه سمع عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالام كيف مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين قال تبرز ثم دعى بمطهرة أي إداوة فغسل وجهه ويديه ثم مسح على خفيه وعلى خمار العمامة قال عبد الرزاق ثم دعى بمطهرة بالإداوة حثنا هشام بن سعيد أنبأنا محمد بن راشد قال سمعت مكحولا يحدث عن نعيم بن خمار عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسح على الخفين والخمار حثنا عبد الرحمن حثنا مالك عن نعيم بن خمار عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسح على الخفين والخمار حثنا عبد الرحمن حدثنا مالك عن نافع عن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وعثمان بن طلحة وأسامة بن زيد وبلال قد غلق هفو لما خرج سألت بلال ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم قال ترك عمودين عن يمينه وعمودا عن يساره وثلاثة أعمدة خلفه ثم صل بينه وبين القبلة ثلاثة أذرع حثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن بلال قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذنه بالصلاة وهو يريد الصيام فشربه ثم ناولني وخرج إلى الصلاة حثنا عبد الرزاق حدثنا محمد بن راشد أخبرني مكحول أن نعيم بن خمار عن بلال أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمسحوا على الخفين والخمار حثنا روح حدثنا عثمان بن سعد حدثنا عبد الله بن أبي مليكة حدثني ابن عمر قال لما كان يوم الفتح قد وطوافهم بالبيت وبالصفى والمروة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت فغفل عنه ابن عمر فلما أنبئ بدخوله أقبل يركب أعناق الرجال فدخل يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي فتلقاه عند الباب خارجا فسأل بلالا المؤذن كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال صلى ركعتين حيال وجهه ثم دعا ألها عز وجل ساعة ثم خرج حثنا وكيع ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي الليل فقال ابن جعفر في حديثه قال سمعت ابن أبي الليل وعبد الرزاق أنبئنا سفيان عن الحكم عن ابن أبي الليل عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مساح على الخفين والخمار حثنا وكيع حدثنا السائب بن عمر ومحمد بن بكر أنبئنا السائب بن عمر عن أبي مليكة عن ابن عمر قال سألت بلال بن راباح أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال بين الساريتين وقال ابن بكر سجدتين حثنا وكيع عن هشامي بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل الكعبة قال كان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع حثنا وكيع حدثنا جعفر بن برقان عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة فوجده يتسحر في مسجد بيته حثنا إسماعيل عن الجريري عن أبي الوردي بن ثمامة عن عمر بن مرداس قال أتيت الشام أثية فإذا رجل غليظ الشفتين أو قال ضخم الشفتين والأنف إذا بين يديه سلاح فسألوه وهو يقول يا أيها الناس خذوا من هذا السلاح واستصلحوه وجاهدوا في سبيل الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت من هذا قالوا بلال حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي بكري بن حفص عن أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن قال كنت قاعدا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بلال فسأله عن المسح على الخفين فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على العمامة وعلى الخفين حثنا ابن نمير أنبأنا الأعمش عن الحكم بن عطبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعبي بن عجرة عن بلال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حثنا مروان بن شجاعا حدثني خصيف عن مجاهد عن أبن عمر أنه سأل بلالا فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين جعل الأسطوانة عن يمينه وتقدم قليلا وجعل المقام خلف ظهره حثنا عبد الرزاق حدثني ابن جريج وابن بكر أنبأنا ابن جريج أنبأنا عمر بن دينار عن أبن عمر أنه أخبره عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ركعتين حثنا ابن نمير حدثنا سيف بن سليمان قال سمعت مجاهدا قال أتي ابن عمر وهو في منزله فقيل له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل الكعبة قال فأقبلت قال فأجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج وأجد بلالا قائما بين البابين فقلت يا بلال هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال نعم ركع ركعتين بين هاتين الساريتين وأشار إلى الساريتين اللتين على يسارك إذا دخلت قال ثم خرج فصل في وجه الكعبة ركعتين حثنا هاشم بن القاصم حدثنا محمد بن راشد عن مكحول عن نعيم بن خمار عن بلال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسحه على الخفين والخمار حثنا هاشم بن القاصم حدثنا إسحاق بن سعيدي بن عمري بن سعيدي بن العاصي عن سعيد يعني أباه قال اعتمر معاوية فدخل البيت فأرسل إلى أبن عمر وجلس ينتظره حتى جاءه فقال أين صل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم دخل البيت قال ما كنت معه لكني دخلت بعد أن أراد الخروج فلقيت بلالا فسألته أين صل فأخبرني أنه صل بين الأستوانتين فقام معاوية فصل بينهما حثنا أبو المغيرة حدثنا عبد الله بن العلاء حدثني أبو زياد عبيد الله بن زياد الكندي عن بلال أنه حدثه أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بصلاة الغدات فشغلت عائشة بلالا بأمر سألته عنه حتى فضحه الصبح وأصبح جدا قال فقام بلال فأذنه بالصلاة وتابع بين أذانه فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما خرج فصل بالناس أخبره أن عائشة شغلته بأمر سألته عنه حتى أصبح جدا ثم أنه أبطأ عليه بالخروج فقالا إني ركعت ركعتي الفجر قال يا رسول الله إنك قد أصبحت جدا قالا لو أصبحت أكثر مما أصبحت فركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما حثنا عبد الجبار بن محمد الخطبي حدثنا عبيد الله عن زيدي بن أبي أنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي الليل عن بلال قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار حثنا حسن بن الربيع وأبو أحمد قال حدثنا أبو إسرائيل قال أبو أحمد في حديثه حدثنا الحكم عن عبد الرحمن بن أبي الليل عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة إلا صلاة الفجر وقال أبو أحمد في حديثه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنت فلا تثوب حدثنا علي بن عاصمين عن أبي زيد عطائي بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن بلال قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب إلا في الفجر حثنا أبو قطئ قال ذكر رجل لشعبة الحكم عن ابن أبي ليل عن بلال فأمرني أن أثوب في الفجر ونهاني عن العشاء فقال شعبة والله ما ذكر ابن أبي ليل ولا ذكر إلا إسنادا ضعيفا قال أظن شعبة قال كنت أراه رواه عن عمرنا بن مسلمين حنا معاوية بن عمر ويحيى بن أبي بكير قال حدثنا زائدة عن الأعمشي عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليل عن البراء عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين حثنا عبد الرحمن بن أبي ليل عن بلال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين وعلى الخمار حثنا عفان حدثنا حمد يعني ابن سلم تحدثنا أيوب عن أبي قلبة عن أبي إدريس عن بلال قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار حثنا عفان حدثنا شعبة أنبأني الحكام قال سمعت ابن أبي ليل عن بلال قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار حثنا عفان حدثنا حمد بن زيد حدثنا عمر بن دينار أن أبن عمر حدث عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في البيت قال وكان ابن عباس يقول لم يصل فيه ولكنه كبر في نواحيه حثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصمين الأحوال قال شعبة كتب أبي عن أبي عثمان قال قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بأمينة حثنا إسحاق بن يوسف حدثنا ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وبلال خلفه قال وكنت شابا فصعدت فاستقبلني بلال فقلت ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا قال فأشار بيده أي صلى ركعتين حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو على ناقة لأسامة بن زيد فأناخ يعني بالكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة بالمفتاح فذهب يأتيه به فأبت أمه أن تعطيه فقال لا تعطينه أو يخرج بالسيف من صلبي فدفعته إليه ففتح الباب فدخل ومعه بلال وعثمان وأسامة فأجافوا الباب عليهم مليا قال ابن عمر وكنت رجلا شابا قويا فبادرت الناس فبدرتهم فوجدت بلالا قائما على الباب فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بين العمودين المقدمين وناسيت أن أسأله كم صلى موسيقى موسيقى موسيقى